بعد أزيد من 12 سنة من الجمود بوئث النشاط بمصلحة التوليد التابعة للمؤسسة العمومية الاستشفائية دحمان سليمان بسيد بالعباس وسط استحسان المواطنين عملنا جاهد من أجل بعت الخدمة بمصلحة التوليد بعد أن ظلت متوقفة منذ دخول مؤسسة حيث الخدمة لقرابة 12 سنة وبعد تنصيب رئيسة المصلحة الجديدة وتكاثب جهود الجامعة والرأسها مدير الصحة والسكان للولاية شارعنا في إجراء العملية القيصرية وقد يساهم دخول المصلحة حيث الخدمة في تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمرضى في انتظار تدعيمها بوسائل مادية وبشرية أخرى الحمد لله لدينا الاكتيفيتة شيريورجيكة في بلوك اوبراتوار بدينا بالسيزاريان الاكتيفيتة أوبستريكال سيزاريان الاكتيفيتة جينيكولوجيك عملية استئصار الرحم استيريكتومي عملية استئصار الأورام الحميدة الميومكتومي والكيستيكتومي ونحن كمجلس طبي نتمنى يكون التحقبين على طباء آخرين في الصدقاء خصائيين الجينيكولوج باش نزيدوا من من حجم الخدمة باش نقلعوا الضغط على المؤسسة الاستشفائية على بغي مار لوعشاس ويرتقب أن تشرع المصلحة في استقبال المريضات المتوافدات من مختلف مناطق الولاية وحتى الولايات المجاورة لا سيما وأنها أصبحت تضمن إجراء مختلف العمليات الجراحية